قدم مجد المصري إلى العراق قبل أكثر من ثلاثين عاماً واختار البقاء في محافظة بابل حتى بعد هجرة غالبية المسيحيين منها مقيماً في كنيسة مريم العذراء الوحيدة في المحافظة ويقوم بخدمتها دون أن يتقاضى راتباً حكومياً أو أجراً من أي جهة كانت أنا مصري كان سيئة أساساً قلت للعراق بسنة سوعة واثمانين وممكن بها لحد الآن وحصلت على جنسية العراقية هذا الشهر اللي فات وبعد ما مستلمها لسه رحلت عشت السراء والضراء مع العراقيين وكلتنا أهل واحدة وإخوة واللي بقدرنا ربنا بعمله بالكنيسة بالنسبة للنظافة أو الإدامة أو الصيانة أو تنظيف الكنيسة ومرسيم الصلاة اللي بتصير كلها صيرة علي يعني ما كونها دعم ولا حد يدعمنا من خارج ولا من دخل الكنيسة ولا من حكومة العراقية الكنيسة تعرضت في السنوات الأخيرة إلى الضرر بسبب الإهمال هجرها ما يقارب ألفي مسيحي كانوا يسكنون المحافظة ولم يتبقى منهم سوى خمس عائلات فقط بعض الأهالي المسلمين هنا يأتون إلى الكنيسة للتبرك والتقاط الصور إذا نشوف الكنيسة أنه فارغة ما كان أحد بيها فإذا ننقر هذا الشيء مؤلم إنه نتمنى من أخوانا المسيحيين أنه يرجعون وإيد بإيد إن شاء الله إحنا وياهم كل عام هما بألف خير نتمنى أنه يرجعون لأماكنهم اللي سواء كانوا مهجرين أو غير مهجرين أو خارج العراق أضحت كنيسة مريم العذراء خالية مهجورة إلا من مجد الذي يسكن فيها شاكيا من انعدام الدعم المالي وفقر الحال قائلا إنه ينفق على الكنيسة من عمله الخاص أتمنى حد يدعم الكنيسة أنا أن الكنيسة بيها شغلاته ولا نقصها وما بيها أي دعم ولا أتكذها لاتب من الحكومة العراقية أو من الوقف المسيح أو من أي مكان يعني أنا أشتغل أصف على الكنيسة قولي أظننا إلى ربنا أننا بنعمله الحمد لله والشكر هذه الكنيسة التي بدأ سقفها بالانهيار تبقى شاهدا على حياة كانت ضاجة في الماضي أيام كانت تحتضن القداس لمسيحيي الحلة الذين هاجروا ولم يتبقى منهم في المحافظة سوى قلة معدودة عيسى العطواني الحرة بابل ترجمة نانسي قنقر